سلام عليكم دائما نقول الجريمة لا تفيد والمجرم يمثل نفسه فقط ولا يمثل عائلته ولا أبناء الحي اللي ساكن فيه ولا أبناء المدينة اللي ساكن فيها ولا يمثل دولته الجريمة مثل ما تعرفون موجودة في كل مجتمع وفي كل زمان وفي كل مكان لكن مثل ما تعرفون هناك نسبة وتناسب على حسب الوضع الأمني في البلد الأوضاع الاقتصادية اللي يعيشها البلد لأنه الأوضاع الاقتصادية غالباً لها الدور الأكبر في انتشار الجريمة اللي هو الفقر والتخلف والجهل يؤدي بالتالي إلى ارتكاب العديد من الجرائم وكذلك الأمر الأهم اللي هو قلة الوعي لذلك هدفنا الأسمى من خلال نشر قصص الجرائم هو انتشار الوعي بين أفراد المجتمع من الصغير حتى الكبير ومن خلال القصص اللي نشرتها خلال الفترة الماضية فيها القناة نعرف أنه الجريمة كذلك ما هي محصورة في الطبقات المجتمع الفقيرة أو اللي ما هي حاصلة على القدر الكافي من العلم بالعكس سمعنا وروينا الكثير من القصص في طبقات الأطباء والمهندسين والمحامين ومختلف طبقات المجتمع لذلك الجريمة ما هي محصورة بطبقة معينة المهم بالنسبة لقصة الليلة قصة الليلة الله يسلمكم من القصص اللي فيها عبر وقصة فيها أحداث شيقة ومثيرة جدا لذلك قبل أن نبدأ في سعر أحداث القصة لا تنسون تدعمونا باللايك اللي كثير من الإخوة والأخوات ينسون يضغطون اللايك واللايك تراه مهم جدا بالنسبة لي اليوتيوب وبالنسبة للقصة قصة الليلة الله يسلمكم لشاب ينقلوا هيثم هيثم هذا يعيش في إحدى أحياء العاصمة السورية دمشق شاب في قمة الأدب والرقي والاحترام هيثم وحيد الأمه وأبوه متوفي من سنوات عديدة وعايش هو والدته في منزل متواضع ويشتغل ميومة عام الحر أيام يشتغل في التحميل في التنزيل في السوبر ماركتات يعني الشغلة اللي تصير له يشتغلها وشاب بحاله لا عنده مشاكل له من أصحاب السوابق ومن الفرشة إلى الورشة يعني من الشغل للبيت أحيانا عنده بعض الأصدقاء يطلعون تالي الأسبوع يوم الخميس ولا يوم الجمعة على أحد الأماكن السياحية في أطراف العاصمة السورية دمشق على نبع الفيجة على الغوطة على قاسيون على المناطق السياحية وصدقاته محدودة جدا عنده ثلاث أربع أصدقاء فقط لا غير وهذا الشاب هو المسؤول عن مصروفه ومصروف والدته بما أنه والدته كذلك متقدمة في السن والكلام هذا عام 1999 الشاب أحواله المادية نقدر نقول جماعة مستورين والمصروف أول بأول توفير ما فيه إن يشتغل يأكلون ويشربون وإن ما يشتغل ينكسر على الأكل والشرب لذلك هذا الشاب يطلع بعد ما يصلي الفجر يطلع يسعى وراء رزقه على سوق الهال فيه شغل يشتغل ما فيه شغل يروح يبحث المهم ما يرجع تالي النهار إلا جايب له شوية خضروات جايب له ربطة خبز يعني اللي الله سبحانه وتعالى يقزم له والولدته وهيثم كان عنده خوي ما هو صديق خوي هو وياه ربيانين سوا من لما كانوا في المدرسة الابتدائية جيران والحيط على الحيط وهذا الخوي اللي يعتبره هيثم أخ ما ولدته أمه اسمه معتز معتز كذلك شاب من أهيب شباب الحارة شاب محترم ومؤدب مثل ومثل هيثم ومعتز هذا عايش هو وأمه وولدته وعنده أخت وحيدة لكن أخت معتز هذه بنت مجننة شباب الحارة مجننتهم ما هو بشقاوتها ولا بحركاتها البنت من أجمل بنات الحارة لما تطلع بالحارة ولابسها العباية ولابسها الإشار وتمشي وتتغندر البنت تطير عقل شباب الحارة الكل يتمنى نظرة ولا غمزة ولا ابتسامة من البنت هذه اللي اسمها ابتسام ابتسام هذه اللي هي آية من آيات الجمال سبحان الخالق والمصور العيون الجمال الطول لكن البنت في قمة الأدب والاحترام والرقي بنت ما ترفع نظرها لكن أحيانا تضطر تطلع من المنزل تقضي بعض الشغلات تجيب خضروات تجيب خبز من الفرن القريب يكون أخوها ما هو موجود في البيت يعني تطلع في الحارة والأمر عادي لكن لما تطلع البنت هذه الكل يوقف باستعداد وكأنه ضابط ملازم أول على عزه ماشي به الشارع وباقي الشعب عساكر وعلى قولة إخواننا العراقيين إما ملازم أو ما هو لازم فاليخدمه عسكرية يعرفون شنو ملازم أول وشنو عسكري يعني لما يجي الضابط يمر ويكون العساكر قاعدين على الجنبي الكل يوقف باستعداد ويضرب التحية يؤدي تحية للضابط فالبنت هذه لما تمشي بالشارع الكل يترقب مشيتها ولأنه البنت مؤدبة ومحترمة وحاش منافسها ما تلبس لباس فاضح ما تلبس يعني لباس مثير يلفت الانتباه لكن البنت وجهها فيه نور بنت جميلة يعني سبحان الله والجمال ما يتخبى يصيح يصيح المهم ابتسام هذه كان عمرها فيها ذاك الوقت 18-19 سنة طبعا ما ظل شاب في الحارة إلا ما تقدم الخطبة ابتسام لكن ابتسام كان ترافض الزواج وكذلك أخوها معتز يقول لك البنت لساحة صغيرة من وهي عمرها 14-15 سنة تقدم الخطبتها الكثير من شباب الحي قالوا في البداية خلها تكفي دراستها بعدين البنت ما يعني ضبطت أمورها في الدراسة وتركت المدرسة وصارت تساعد والدتها في الأعمال المنزلية والبنت لما تطر تطلع على الشارع أكيد فيه يعني شباب ضيعاف النفوس وستعرفون اللي يوقفون بروس الشوارع اللي ما عندهم لا شغله ولا عملة الهمل فتتعرض لبعض الألفاظ لبعض المضايقات يا أمر يا حلو وليش محموء يا فاروق أعدادك زيره ولا في حدا قبلي هاي الألفاظ أو الجمل الشوارعية اللي شباب الشوارع يلفظون الألفاظ هذه والجمل مع البنعة يحاولون قال أنهم يكسبون ودهن يعني ويلاطشونهن المهم البنت تسمع منها الألفاظ لكن الكلام يفوت من هنا يطلع من هناك ولا تعير لهم أي انتباه وبنفس الوقت ما تجيب سيرة الأخوها معتز أتعرف شباب صائعين وما ودى أخوها يدخل بمشاكل وكذلك هيثم هيثم هذا مثل ما قلنا منه هو صغير ربيانه هو معتز يجون على بيوت بعضهم معتز يجي لعند هيثم هيثم يجي لعند معتز منه هم في المدرسة صاروا الأطفال هذول يكبرون شوي شوي زملاء في الصف وفي الشارع لما يطلعون يلعبون بعد الدوام وكذلك أم هيثم عند أم معتز وأم معتز عند أم هيثم يعني جمع عفايتين ببعضهم وصاروا يكبرون شوي شوي وهيثم كان يشوف البنت ابتسام يعني مثل أخته بما أنه الله سبحانه وتعالى ما أرزقهم أخت كان يشوف بعيونه البنت وكأنها أخت لكن من أم أخرى ويعامل معتز وكأنه أخ هو عز من الأخ ويغار على البنت هذه في الشارع إذا يشوف أي حدا يحاول يضايقها يكون مار بصدفة يشوف حدا لحقها وليسمعها كلامي يقوم الدنيا وما يقعدها عليها منه هو صغير هذا هيثم يتصرف التصرفات هذه ويعتبر ابتسام أخت له تروح الأيام وتيجي الأيام والصغير مثل ما تعرفون ما يظل صغير والبنت هذه لما صارت تكبر 14 15 16 سنة بدأت تتبين عليها علامات الأنوثة وكانت أنوثتها طاغية جدا والبنت في داخلها تموت بهيثم وبالأرض اللي يمشي عليها هيثم تحب وحب لا صار ولا تصور وهيثم يحبها لكن يعني يحب أخوي ما عنده نية في يوم الأيام أنه مثلا يتزوجها ولا يخطبها ولا يرتبط فيها ومثل ما قلنا جماعة خوش بوش يعني طالع طالع والفايت فايت تلاقي معتز جاي بفطور ينادي على هيثم تعالي هيثم خلينا نفطر هيثم يجيب أمه يفطرون العائلتين سوا وكذلك عند بيت هيثم والجماعة عايشين بأمن وأمان وأطمئنان ولا عندهم قطعة من الشيطان والأمور ماشي عال العال المهم البنت ابتسام هذه كانت تنتظر هيثم يعني على أحر من الجمر أنه يتقدم الخطبتها بيوم من الأيام أو على الأقل يفتحها في موضوع علاقة في موضوع حب وأكيد هي بنيتها أنه العلاقة هذه أكيد راح تتوج بزواج ما هو نيتها تلعب هي وياه يعني يسون سوالف ما هي زينة لكن هيثم كان يتجنب أنه يعني يحتك بالبنت بشكل مباشر وكان يلاحظ عليها التصرفات اللي ما هي مضبوطة تحاول تلمح له من هناك يا هيثم يا حبيبي يا هو هيثم ما هو موجود بكل هالدنيا هو موجود فعليا لكن يساوي حاله ما هو موجود ليش لأنه هيثم يعتبر البنت هذه أمانة برقبته وأخت له لأنه معتز أحيانا يكون ما هو موجود في البيت فتحتاج البنت أحيانا شغلة تكون طالعة بالشارع ولا هذا هيثم موجود وين رايح تقول له ولا رايح على الفرن أجيب خبز ولا رايح على الشارع الثاني أجيب شوية أغراض يقولها ما عليك أنت أرجع يدخلي وأنا أروح أجيب خوفا عليها من هالشباب هذول اللي يوقفون براس الشارع ولما يجيب الأغراض يدخل على البيت واللي تستقبله أم معتز أمها الابتسام وأم ابتسام هذه تعتبر هيثم مثله مثل معتز ولا تفرق بيناتهم أبدا وهو كذلك يعتبرها بمثابة والدته وأحيانا يدخل يشرب له فنجانق هو في الصالون ويطلع على شغله وعلى عمله تروح الأيام وتيجي الأيام والبنت هذه تنتظر هيثم بكرة يجي هيثم يخطبني هيثم أحواله المادية مثل ما قلنا تعبانة يالله مسلك أموره هو والدته والآن في الوقت الحالي ما هو مفكر في موضوع الزواج أبدا وخصوصا من البنت هذه لأنه يعتبرها مثل أخته وما هو فكر فيها مطلقا والبنت هذه كثرة وخطابينها وهيثم ما هو راضي يتلحلح ولا يتحرك ولا يخطب ولا عنده منها الخبر أي قطعة في الحارة في شاب ينقال له صبري صبري هذا عنده أموال متى كلها النيرغان عنده محلات وعنده معرض سيارات وأموره المادية فوق الريح وصبري هذا يعني عمره تقريبا من عمر هيثم ومعتز وأبوه متوفي قبل عدة سنوات وصبري هذا ورثال الورث من أبوه والشاب هذا صبري الله يسلمكم في الحارة حمل وديع الشاب ولا كل الشباب لكن برا الحارة مقطع موصل ما يسهر إلا بالمقاصف بالكبريهات كل يوم مع بنت شكل ويضحك على هذه ويلعب على هذه وما يعرفون بسيرته وسوالفه إلا كم شاب في الحارة ينعدون على أصابع اليد الواحدة والناس تسولف تقول والله راح صبري وجه صبري كل الناس تحترم صبري صبري بالحارة معروف ماهو من أصحاب المشاكل ماهو من أصحاب السوابق لكن برا عنده السوالف هذه ويلعب بالفلوس لعب وهذا حاط عينه على ابتسام وحاول كثير من المرات يعترض طريقها لكن بأدب ماهو مثل الشباب الشوارعية يعني يحاول يقدم لها مساعدة يسألها عن أخوها معتاز يعني يحاول يتحركش فيها من هناك البنت ما تعطي وجهها أبدا وهذا صبري متعود على أنه والله أي وحدة يحطها باله يوصل لها وقال لك هذه ابتسام رافعة خشم هنالسمة أو شايفة نفسها على منه شايفة حالها على صبري وهذا نوع على ابتسام وقال لها لابد أنه ما يوم من الأيام أكثر هالخشم ويقول بينه وبين حاله ما ظل علي غير ابتسامه علي ما نمخلي بنت إلا ما نمركعها وما أخذ اللي يودي إياه هذه ابتسام وتهتقف طريقي وما أقدر أخذ اللي يودي إياه منها المهم يحاول من هناك البنت ما أعطته وجه ولا تعطي ابتسام ولا يعني السؤال سؤال وجواب فقط لا غير وظلم ماشية وهذا صبري كان يقدر يتبادى أكثر من أنه يعتل الطريق بآدب وكذا لكن كان يحاسب حساب الأخوها معتز معتز شاب لبطت وتهدى الحيط وكلمته ما صير ثنتين وكل شباب الحارة يحترمونه لذلك ما كان يسترجي يغلط ولا يعني يتمادى بالكلام ولا بالحركات مع البنت وهو يقوم يفكر شلون ما شلون شلون ودي أحصل على هالبنت شلون ودي أصيدها لا هي راضية تعطيني ريق حلو لا هي ويقوم في يوم من الأيام يتقدم الخطبتها بشكل رسمي جاء على أخوها وعلى أمها السلام عليكم وعليكم السلام طالب القرب قالوا حياك الله وأم معتز هذاك اليوم كانت مبسوطة أنه تقدم البنتها هذا الشاب صبري اللي الله سبحانه وتعالى معطيه ومغنيه وسيارات وفلو سوبيت وأبوه رجل معروف وهو الشاب سمعته فيه الحارة مثل المسك لا غبار عليه ما حدا يدري بمشاكله الخارجية وقالت لك راح أأمن على البنت تعيش حياة هنية ووافقوا بشكل مبدئي لكن قالوا يعني يعطينا يوم ولا يومين ثلاث خلينا نشاور البنت ونشاور نفسنا وردوا لك خبر قال ما عندي مشكلة أبدا خذوة كتكم وأنا بانتظار الرد جاء معتز وأم معتز مسكة والبنت كانت فيه يعني راح توصل لعشرين سنة قالوا له وبعدين يا ابتسام كل يوم الثاني جاينا خطاب والآن يعني احنا برأينا شايفين هذا العريس هو الشاب المناسب وهو فتى الأحلام اللي تحلم فيه كل فتاة شاب لا عنده مشاكل وسمعته فيه إلحارة كويسة وصراحة يعني أحسن من هذا الشاب ما راح يتقدم لك حدا البنت ابتسام آيست من هيثم هو هيثم له متحرك له خاطب والبنت ما بعينها ولا شاب من شباب الحارة لا هذا صبري ولا من يحزنون في النهاية البنت قالت لهم يعطوني يوم ولا يومين خلوني أفكر تعرفون هذا زواج وحياة يعني ما هو سالفة لعبة يوم ولا يومين وأرجع عليكم خلوني أخذ وقتي في التفكير قالوا لهم ما فيه مشكلة ويجي هذاك اليوم هيثم فيه زيارة عند معتز قالوا والله معتز لسه ما جمنا شغل لكن فيه التفضل دخل هيثم واستقبلته البنت ابتسام قالت ما سمعت بآخر الأخبار يا هيثم خير شنو اللي صاير قالت والله جاني خطار قال لها الساعة المباركة والله أحلى على قلبي من العسل قالت يعني مهمك هالأمور مهمتك هالسالفة قالها لا والله بالعكس والله فرحان لش يعني من كل قلبي قالت طيب ما ودك تعرف منه اللي خاطبني منه اللي متقدم الخطب دي قال لها منه سعيد الحظ وكاد هذا أمه وأبوه رضيانين عليه وحاس ليلة القدر منه اللي صير له بنت بهالجمال وهالأدب وهالأخلاق وربت منزل وبنت يعني كامل مكمله منه سعيد الحظ يا ابتسام قالت صبري قالها منه صبري قالت صبري هذا اللي شفته أكثر من مرة طالع من عندك من البيت قال لها صبري ابن فلان قالت ايه هو وقال لها طيب شنو رأيتش انتي ورأي أهلك أخوتش أمتش قالت والله أخوي موافق وأمي موافقة وتركوا الأمر لي وأنا صراحة يعني مترددة بين أوافق ما أوافق لكن على الأغلب إني راح أوافق يا حيثم يعني ابتسام قاعدة الجس النبض نبض حيثم تشوف هل راح يغار عليها راح يوقف في وجه صبري ويعارض الخطبة هذه ويتقدم الخطبتها لكن حيثم تفاجأ من أنه صبري هذا ما تقدم الخطبتها وهيثم عنده أخبار أو أطراف أخبار عن صبري هذا أنه مقطع موصل وعنده سوالف ما أنزل الله بها من سلطان علمهم قال لها الله يقدم لي فيه خير وإذا ليش نصيب تتزوجين من هذا صبري وإلا الله يكتب لكم الخير لكن هيثم مثل كأنك ضربته كف بقفة الإيد يعني هو ما يريد البنت كزوجة له لكن سمعان عن هذا الولد سمعته ما هي مضبوطة ويقوم يروح على أحد الأشخاص فيها الحارة واللي سوالف له بيوم من الأيام عن صبري سلام عليكم وعليكم السلام قال يا أفلان أنت بيوم من الأيام قلت لي هذا صبري عنده سوالف وطلعات وروحات وجيات ووين يروح ووين يجي قال له اي نعم هذا يعني عنده قضايا عديدة أو أهل الحارة ما يدرون عنه وفعلا هذا من حضن امرأة إلى حضن امرأة ليش تسأل عنه قال له والله بس مجرد فضو علشان الواحد ياخذ احتياطه سبحان الله الناس مغخبية بثيابها وهذا الشخص اللي يسأله هيثم شخص ثيقة يعني ما له مصلحة يرهم هذا ولا هذا ورجل معروف في الحارة ويقوم يروح هيثم على صبري سلام عليكم وعليكم السلام قال له سمعت خاطب البنت ابتسام قال له اي والله خاطبها وودي أكثر خشمها قال له شوف يا صبري يعني أنا أنصحك أنك تبعد عن طريق هالبنت قال له ليش انت شو خصك وانت شيني علاقتك لنت أخوها ولنت ولد عمها ولنت أبوها ولا لك علاقة فيها قالوا مثل ما أنا قاعد أقول لك ابعد عن ضرب البنت والبنت هذه ما هي مثل البنات اللي طايروا وراها قالوا ليش هي شنو تفرق عن البنات يعني شنو الفرق بينها وبين البنات أنا أصلا موديها كزوجة على طول ودي أكثر خشمها أسبوع زمان وأرميها على هالها وهيثم هذا لما سمع هالكلام كان فيه عقل وطار وكان وقاعد يسولف على أخته يلي ما تستحي ومعيب عليك قالوا انت شودك مني يا أخي انت ما لك علاقة أنا بفلوسي ودي أكثر خشم البنت شئت أم أبيت انت اللي بيد عند أربي يا صبري عيب عليك يطولك يقصرك حرام هذه بنت ما هي مثل البنات الكبيرة هات والمقاصف اللي دائر وراها بالليل وبالنهار ما عندك حريمات ما عندك عارض ما عندك أم عندك خوات ما تخاف عليهم حدا يعني يسوي فيهم مثل اللي انت ناوي تسوي حرام عليك يا رجل قالوا مو حرام أنا ودي أجيهم الجماعة بالحلال بفلوسي وأتزوجها بالحلال لكن ما هي زوجة المستقبل اني على طول يعني انه خلاص أخذها ومعد أخذ غيرها ما فشرت لكن يا هيثم أنا من زمان ناوي على هالبنت وحاولت معاهم من هنا من هناك ما رضيت لكن الآن أنا داخل من الباب وانت ما لك شغل ورجاء أبعد عنده ربي هيثم شاف انه الجدال مع صبري جدال عقيم ورجال ذات ما خاف طاله وراه وما هو سائل لا عن خواته ولا عن عرضه ولا عن بنات الناس وبنفس الوقت هيثم ما عنده أي صفة شرعية ولا صلة قرابة بينه وبين ابتسام وبين معتز مجرد جيران وما يقدر يدخل بهالموضوع وبدأ يفكر في حل انه شلون وده يجنب البنت هذه انها تقع بين دين هالوحش البشري هذا اللي يوده يفترسها فترة من الزمن ويرميها وصار يفكر ويسمع ذاك اليوم انه حاصله الخطبة بشكل رسمي صابري جايب عمامه وخواله وجهاء الحارة وخاطب البنت بشكل رسمي لكن بدون عقدة قاد بدون كتب كتاب وحددوا وكتب الكتاب بعد اسبوع زمان ولما سمع هيثم قال لك لا بالله البنت هذه مثل أختي وما أرضالها انها تقع بين دين هذا اللي ما يخاف الله ويجي هذاك اليوم على معتز سلام عليكم وعليكم السلام قالوا يا معتز عندي سالفة وودي أقولها ووديك تسمعني للآخر شنو الموضوع قالوا يا معتز تعرف أنا وياك ربي يعني سوا واخوان وحبايب وجيران وصارنا عشرة عمر احنا وياك ما شفنا من بعضنا إلا خير على خير وطيب على طيب وصراحة يا معتز الأمر اللي يسيئ لكم يسيئ لي والموضوع يعني صراحة مان يعرفان شون دي أقول لك وهذا معتز قالوا يا رجل اشغلت بالي شنو السالفة شنو الموضوع قالوا الموضوع ابتسام خير شنو موضوع ابتسام حدا منخلطان عليها حدا قاعد يسولف عليها حدا جاب معدلنا بكلمة قالوا لا 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 افهم علي خليني أسولفك شنو السالفة السالفة هذا صبري اللي خطبها خير شنو موضوع صبري قالوا هذا صبري ازلمه ما يلزمكم ونسبته ما تلزمكم أبدا ليش يا حيثم قالوا هذا صبري يا رجال مقطع موصل صحيح تشوفه بالحارة ما عنده مشاكل ومثل الحمل الوديع والناس تحترموا لكن هذا الرجال مضي أيامه وليه ليه في المقاصف والكبرهات وعلى مشاكل ويفت فلوس على الرقاصات وعلى النسوان ورجال نسبته ما تلزمكم أبدا وأنا قبل لا أجي لعندك روحت على صبري وحاولت أحل الموضوع بينه وبينه أنه يبعد عنها البنت ويا دار ما دخلت شر لكن الرجال راكب رأسه لكن لما سمعت الأمور صارت جدية وخطبة رسمية وعقد عقاد بعد أسبوع قلت لا والله لازم أنت تدري فيه الموضوع والزواج هذا ما لازم يتم وقال له بالحرف هذا الولد صبري ناوي على أختك نية سودة شنو ناوي قال له هذا ناوي ياخذها أسبوع زمان عشر تيام شهر زمان بالكثير ويرميها عليكم وهذا الكلام اللي قال لي ياه بالحرف ووالله لو ما تعز علي أنت وهالبنت وأمك أعتبركم مثل هالي أنت أخ لي والبنت أخت لي وأمك أعتبرها مثل والدتي وأمركم وهمني صراحة وما ودي البنت تتورط وتتورطون أنت وتقعون بمشاكل أنت وبغنى عنها هذا الرجال وده مثل ما تقولون يقطف الثمرة ويرميها عليكم متأكد أنت يا هيثم من هالسوالف قال له متأكد وأنا ما لي مصلحة أصلا أنا البنت أعتبرها مثل أختي يعني ما لي مصلحة أني أخرب على هذا صبري لأجل أنا أتزوجها لو ودي يا هي البنت قدامي كنت خطبتها من زمان المهم معتز لما سمع هالكلام قرر أنه يلغي هذا الزواج من أساسه ويجي بعد يومين ثلاث صبري على أساس ودهم يعني ينسقون بعض الأمور ويحددون بعض الشغلات علشان كتب الكتاب ويمسكوا هذاك اليوم معتز فيه بيت معتز قال له يا صبري الاشعارة اللي بيننا وبينك انقطعت وما لك نصيب عندنا يا معتز يطولك يقصرك شنو الموضوع قال له يا أخي الزواج نصيب وأنت ما لك نصيب عندنا هي قال له على علمي البنت وافقت وأنت وموافقين وجبت الناس وجبت الجاهة وعمامي وخوالي وانطبلت الدنيا ويا بنت قولي لمتش صبري خطب ابتسام ايش معنى شعده ما بدى يا أخي شنو الموضوع قال له بدون لا موضوع ولا من يحزنون خلاص يا أخي ما لك نصيب قال له أوكي ما لي نصيب ما لي نصيب بس فيه سبب حدا موصل لكم شي حدا قال لكم عني يعني سمعانين عني شي ماهزين قالوا لا ما احنا سمعانين قالوا يا سيدي آمنا وقطعنا ما لي نصيب لكن ما نيطالع من هالبيت إلا أعرف شنو السبب اللي يخلاكم تبطلون عن الزواج عن هالخطبة هذي ولا ممكن أطلع بكرة الناس تسولف وتجيب معدلي فيه الحارة وهذا انت ما ترضى يا معتز اعتبرها على نفسك المهم بعد الحاح شديد من صبري وصبري قاعد يسولف بعين قوية وداخل عليه يعني من قو وليش قالوا من الآخر انت رجال مقطع موصل وعندك حركات وصاحب نساوين وناوي على أختي ناوي ودك تتزوجها سبوع زمان وزيتها علينا والسؤالة فهذه ما تصير عندنا يا صبري ودك تلعب هاللعبات روح لعبها برا الحارة وروح لعبها بالمقاصف والكبرهات اللي مضي أيامك فيها صبري لما سمع الكلام يعرف انه ما قال الكلام هذا إلا الهيثم قالوا أيوة الآن عرفت شني السالفة واللي جاب لك السالفة هيثم وانا كنت متقصد ومتعمد اني أستفزه لكن يا معتز مثل ما تعرف انا سمعتي فيها الحارة مثل المسك وهذه سوالف هيثم كلها خرطي بخرطي وسوالفه ما هي مضبوطة والعلمك إذا ما عندك علم ترى الولد هذا في علاقة بينه وبين أختك وعلاقة عميقة جدا وصار لها عدة سنوات وهذا لما شافني تقدموا الخطبتها وتعرف أن دابوري ييد من وراء ويد من قدام ما يقدر يفتح بيت ويتزود ولما شاف البنت راح أطير من إيده وإني تقدمت الخطبتها أحاول يرمي هلفة تيشة هذه بينه وبينك ويعركس هذا الزواج لكن كون واثق أنا ما عندي هسوالة في هذه والآن إذا فيك خير وإذا كنت رجال ومن ظهر أبوك يا معتز فرجينا مراجلك على خويك هيثم هيثم هذا اللي صار له يلعب من وراء ظهرك يلعب على أختك عدة سنوات دير بالك لا تغلط قوم أطلع برا المهم قامت الدنيا وما قعدت هذاك اليوم بين معتز وبين صبري طرد صبري برا البيت والرجال صار يضرب التلي يصيب البطين ما عادي عرف شنو دي ساوي منه سمع الحديث اللي سمع الحديث البنت ابتسام ابتسام لما سمعت السوالف هذه وتحب هيثم وتموت عليه ووافقت على الزواج من هذا صبري لأنها أفلست منه وعرفت أنه يعني ما راح يتقدم الخطبتها ويعاملها مع معاملة الأخت ومنحبها له وخوفها عليه وتقوم وتوصله الرسالة هذاك اليوم قالت له ترى صبري قال كذا وكذا 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 وهات اقنع أخوي معتز أنه ما في علاقة بينه بينك بحكم أنه أنت طالع ورايح وجاي وفعلا هذا اللي صار يعتقده معتز قالك هذا اللي أنا معتبره أخ لي ويفوت ويطلع عيمة ما وده وبينه خبز وملح يخوني ويغدر ويلعب على أختي من وراي ولا لا أشرب من دمه ويطلع معتزه من البيت الرجال غضبان غضب شديد ويدق الباب على هيثم أطلعتم هيثم خير يا ابني شنو الموضوع قالها وين ابنك هيثم خير شنو الموضوع يا ابني قال لها شنو الموضوع يلي ما تخافونه من الله ابنك هذا اللي خاين للأمانة خاين الخبز والملح قولي له والله معتز لا يشرب من دمك يا ابني يطولك يقصرك فهمني شنو السالفة قالها بس أذبح ولدك تعرفين شنو السالفة أو يمسك أخته هذاك اليوم ضربها ضرب ضرب الحد ما غمية البنت ويا دوب أمه فكته من بين ديها والله لا أذبحك انتي ويا أمه تقوله شنو السالفة يقولها هاي البنت مساوي علاقة هي وهيثم من وراء ظهري وأشوفه هذا فاي الطالع وأثاري مسوين علاقة البنت البنت تحلف وتبتشي وأمه كذلك تقوله عيب عليك هذا هايثم بحياتنا ما شوفنا منه زايحة وهذا الولد صبري ما يخاف الله ولو يخاف الله ما يسولف هالسوالف وأختك انت تعرفها يا معتز المهم ويسمع هايثم بالسوالف هذه وهيثم علشان ما يعني يصطدم هو وخويه وصديقه وجاره ومعتز وتحصل مشكلة يا ذبح يا مذبوع وأمه ذاك اليوم اتصلت عليه على المحل اللي يشتغل فيه قالت يا ولد ترى هذا معتز نوي عليك وسالفه كذا وكذا وكذا ابرضاي عليك يا ابني اركب الآن واطلع على خوالك على حلب لا تجي لحد ما تنحل الأمور ويهدى هذا معتز ما ودياك تذابح انت وياه هايثم شاف لابد من انه يغادر المنطقة يبعد عن الوجه فترة من الزمن على بين ما تباني الأمور ويركب هذاك اليوم ووين اتشي حلب عنده خواله هناك ويروح يقعد عند خواله فترة من الزمن خلال الفترة هذه صار معتز يبحث عن هايثم يبحث عنه بالليل وبالنهار وكل يوم يدق الباب على أمه ووين هايثم ووين هايثم وتقول له هايثم ما هو موجود اش ودك من هايثم المهم هروب هايثم من وجه معتز وعدم واجهته بالحقيقة باعتقاد معتز ثبت الأمر اللي قاله صبري وقال لو ما هم ساوي هالسوالف كان واجهني لكن ما يعرف أنه هايثم ما هو يخسروا ما هو يصير بيناتهم دم لأنه إذا التقوا وهذا يعني صبري محشي بعقله وفي علاقة ومدري شنو وحرضوا على هايثم لذلك الرجال الآن في الوقت الحالي صعب التفاهم معاه والبنت حبسها في البيت ممنوع تطلع ممنوع تروح ممنوع تجي وكل يوم والثاني يهدد عليها بالسكين ودو يذبحها وتروح الأيام وتمر الأشهر والسنين ويمر حوالي سنتين على هالسالفة والولد هذا هايثم عند خواله في حلب كل ما يتصل على أمه تقوله دير بالك لا تيجي الولد هذا يدور عليك وكل نهار واقف عند باب البيت وكل يوم والثاني يجي يسأل عنك ترى بس جيت يا ذبح يا مذبوح يا ابني دير بالك وبرضاية عليك ما ودي أخسرك ولا أنت تبتلي بهذا معتز وهايثم صار يشتغل عند واحد من خواله وصار يترزق الله وكل فترة والثانية يرسل حوالي مالية الأمه وأمه كل شهرين ثلاث تركب وتروح تزور ولده أسبوع زمان وترجع على البيت وتمر الأيام والمسكين هذا هيثم أصبح بعيد عن أمه عن حارته اللي ربي فيها ويفكر إشلون هذا صبري تهمه هاتهمة والهموم راكبته من كل جهة ويجي هذاك اليوم الخبر الصادم الخبر قاله والبنت هذاك اليوم بعد ما هدت الأمور شوي أمه قالت له المعتز يعني لهمت وده تظل حابس البنت البنت وده تطلع وده تروح وده تجي خلها تطلع برها تشوف الشمس في يوم من الأيام البنت طالعة من البيت وطالعة على الشارع العام وتجيها سيارة ماشي بسرعة جونية تضربها ولا البنت مكسرة تكسر تم إسعافها على المستشفى وصاحب السيارة اللي سوى الحادث سلم نفسه لمركز الشرطة والبنت ما وصلت المستشفى طيبة توفيت على الفور بسبب الحادث الأليم وبالتحقيق مع الشاب اللي يقود السيارة هذه سيارة سياحية تبين أنه والحادث عبارة عن قضاء وقدر بسبب السرعة وتم تقديم الشاب للمحاكمة وقعده فترة بنزما في السجن وتم دفع الدية لمعتزه أمه دية ابتسام ولما سمع بالخبر هذا هيثم طار عقله وقال لك الحادث هذا مستحيل يكون حادث عابر وكاد هل هذا صبري هو اللي قتل البنت بما أنه ما قدر يأخذها وفعلا هذا اللي حصل هذا صبري بما أنه أفلس من البنت ابتسام وما قدر يأخذها وكان باعتقاده أنه هيثم عطل عليه الزواج وقال لك علشان أقطع الطريق عليه قرر أنه يتخلص من البنت ويتعامل هو وشاب عطى مبلغ من المال واستأجر سيارة وكانوا مراقبين البيت والسيارة صافة براس الشارع لحد ما طلعت البنت هذاك اليوم ويجي هذا الشاب مسرع ويصدم البنت وسلم نفسه مباشرة لرجال الأمن وتم حل القضية على أساس حادث قضاء وقدر وهيثم في وضع سيء جدا شنودي يساوي الأيام تمر بعيد عن أمه البنت المسكينة خسرت حياتها وبنفس الوقت معتز حقد على هيثم أول شي لأنه خرب الزواج وثاني شي لأنه هرب ولو ماهم ساوي شغله ماهزين مع أخته ما كان هرب كان واجهه المهم يمر ثلاث سنوات ويقرر هذاك اليوم ماهيثم أنه يرجع على الحارة ويواجه معتز بالحقيقة أو يجي دق الباب هذاك اليوم ويفتح له معتز شنو اللي جابك شنو جاي تساوي بكل عين وقحة ولا لا أشرب من دمك قاله طول بالك وصلي عن نبي خلينا نتفاهم أنا وياك ونصول فنك كلمتين نضاف ونحل سوء التفاهم هذا اللي حصل بيناتنا أرجوك يا معتز أنك تتمالك عصابك وك أنا خوية وياك على صحن واحد أنا أخونك يا معتز لكن ما هي حلوة يا معتز نضلنا واقفين على الباب وناس تتسمى على سوال أفنك خلينا ندخل داخل نتفاهم أنا وياك ادخلوا داخل البيت وهذا معتز واقف ومستنفر وجايني بعدها سنين وبعدها الأيام يلي ما تستحي يلي ما تخاف الله يا خاين الخبز والملح تلعب على أختي من وراي قالوا يا معتز خاف الله بأختك أختك انتقلت إلى دار الحق الله يرحمها والسوالف هذه اللي سولفك ياها صبري ما في منها ولا كلمة صعيحة وأنا أختك هي أختي بعهد الله والله إذا لمست أمي بسوء لمست أختك ولا نظرت لها نظرة سيئة قالوا سوالف هذه ما تنفعك ولو أنك تستحي وتخاف الله ما غدرت فيني ولعبت على أختي لكن جيت برجليك على حدفك والله لا أشرب من دمك اليوم ويسحب معتز السكين السكين كان حاطها في جيبه موس كباس يقول له أنه في سوريا سحب الموس هذا ووده يضرب هيثم لكن هيثم من باب الدفاع عن النفس وحاول قدر الإمكان لا يقتل ولا ينقتل وجسديا كان هيثم أقوى من معتز ويقوم هيثم يخلص السكين من معتز وحاول يبعد عنه منهين من هناك وتفلت إيده في إحدى الضربات وتجي طعن قاتله في قلب معتز بدأ الدم ينوفر مثل النافورة وموس الكباس هذا مثل الحربة وسكين حادة جدا والمسكين هيثم هذا لما شافها شوفه قدامه وصديقه وخويه بدأ ينزف منها الدم ويتصل على الإسعاف وعلى رجال الأمن مباشرة حضر الإسعاف وحضر رجال الأمن وتم إلقاء القبض على هيثم وتم إسعاف معتز إلى المستشفى لكن معتز وصل بالنفس الأخير حاولوا ويقدموا للإسعافات الأولية لكن الطعنة كانت قاتلة ويتوفى معتز في المستشفى وامسكه الآن هيثم هيثم اعترف بكل ما ذكر سابقا ومن خلال التحقيقات معه وتقرير الطب الشرعي والأدلة الجنائية تبين أنه فعلا هيثم ما كان مخطط لقتل معتز لأنه كان الطعنة واحدة واللي وديه يقتل يطعن أكثر من طعنة المهم بناء عليه تم تقديم هيثم للمحاكمة وفي البداية تم الحكم على هيثم بالسجن لمدة 15 سنة مع الأعمال الشاقة لكن محامي هيثم استأنف الحكم وبعد عدة جلسات وروحات وجيات وكان الحكم النهائي بالسجن لمدة 7 سنوات ونص مع الأعمال الشاقة وكذلك تم الحكم على هيثم بدفع مبلغ 800 ألف ليرا سوري بما يعادل 16 ألف دولار اللي هي دية معتز وهذا صبري طلع من القضية مثل شعره من العجين وحادث مقتل ابتسام كان حادث مدبر وبعدين طلعت السوالف لكن بالقانون ما حدا قدر يدينه وفي نهاية تم الحكم في القضية قضية ابتسام كقضاء قدر كانت هذه نهاية القصة القصة طبعا فيها الكثير من العبر اللي نستخلصها وأهمها العبر اللي ما يخاف من الله خاف منه لأنه يساوي كل شيء والمثل يقول ليس كل ما يلمع ذهب والناس مخبئة بثيابها لذلك السؤال والتأني في موضوع الزواج مطلوب مو هو الله زعم واحد صحيح يكون من سكان الحارة وعلى أساس أنه آدمي وابن حلال ويخاف الله وصمعته مثل المسك لكن ما تدري بره هذا شنو يساوي ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلامة لنا ولكم في نهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه شكرا شكرا